الهلال السعودي يكتب التاريخ ويصنع المجد وإلى نهائي كأس العالم للأندية لينتظر الفائز ما بين الأهلي وريال مدريد الهلال في مباراة أكثر من رائعة مباراة حماسية مباراة بغياب ست لاعبين من القوام الأساسي للهلال ويفوز على فلمانجو البرازيلي بنتيجة 3-2 مع الرقفة أيوة 3-2 مع الرقفة والهلال ضيع أجوان كتير كان يقدر يجيب أجوان أكتر من كده ويعمل سكور كبير كمان على فلمانجو وتاني بقولك رغم الغيابات اللي موجودة ست لاعبين من القوام الأساسي لنادر الهلال السعودي غيبين وقدر أنه هو يوصل النهائي ماشاء الله وكده خلاص الهلال ضمن على الأقل ميداليا في الضيئة ونتمنى غدا بإذن الله فوز الأهلي على الهلال مدريد ليصبح نهائي عربي خالص لأول مرة في تاريخ بطولة كاس العالم للأندية عايز أقول لك أن النهاردة اللي شاف اللقاء لو جدت بص الأول اللقاء هتحس أن فلمانجو هو اللي مسيطر فلمانجو وهو اللي بيلعب الهلال مش عارف يعمل حاجة مع فلمانجو فلمانجو راح الهلال جاب جون طبعا في أول مطشة على طول من ضرب الجزاء ولكن فلمانجو ما سكتش على طول فلمانجو راح جاب جون في الديئة عشرين بعد الضغط كبير جدا عن هذه الهلال السعودي عن طريق طبعا بيدرو والميزة اللي حصلت في هذه المباراة والنقلة النوعية اللي حصلت هو بغض النظر أن نادي فلمانجو كان ضغط على الهلال الشوت الأول معظمه إن ما كانش كله ولكن إنك تخرج كسبان في شوت أول ده يديك يعني مبادرة ويديك أفضلية في شوت الثاني وضل حصل معادي الهلال لما جاله ضرب الجزاء في الديئة الديئة السادسة من الوقت بدلت ضغط على شوت الأول عن طريق طبعا لوسيانو فييتو وأحرزها سلم الدوساري عشان كده سلم الدوساري وصل النهاردة له الهدف الرابع له في تاريخه في كاس العالم للأندية لتساوى مع محمد أبو تريكا طبعا الأسطورة محمد أبو تريكا اللاعب المصري في عدد الأهداف كاس العالم للأندية أربع أهداف كأكتر لاعب عربي أحرز أهداف في تاريخ كاس العالم للأندية المهم شوت الأول خلص اتنين واحد وطبعا كان فيه طرد لجيرسون وعايز أقولك إن حاجتين كانوا أو تلات حاجات قدوا أفضلية لنادي الهلال أول حاجة طرد جيرسون أثر جدا جدا على المنظومة الدفاعية والالتداد الدفاع لنادي فلمانجو البرازيلي تاني حاجة إن نادي الهلال خرج الشوت الأول كاسبان ومتقدم بهدف على نادي فلمانجو ده أدى أفضلية نفسية للعب الهلال تالت حاجة رامون دياز رامون دياز اللي كان فعلا يعني قام بالمقولة الصحيحة اللي بتقول أو المقولة المعروفة اللي بتقول إن الشوت الأول هو شوت اللاعبين والشوت الثاني شوت المدربين رامون دياز الشوت الثاني قدر يكسب الموديل الفني لنادي فلمانجو البرازيلي نفسيا نقدر انه هو يحول الخطة بدل ما كانت خطة ومنظومة دفاعية محكمة امام فلامينجو بقت منظومة هجومية كاسحة وبقى نادي الهلال السعودي بيروح الى فلامينجو على المرمى مرة واثنين وتلاتة واربعة وعشرة ولولا ان لعبة الهلال ما كانوش مركزين كان الهلال كسب اكتر من كده. مش هنا حبة حبة نادي فلامينجو البرازيلي يعني عنده طرد الشوت التاني نزل اريك بولجر ونزل ايضا نفابريسيو برونو مكان ليو بريرا ومكان طبعا جورجيان. المهم هو بيحاول ان هو يقفل دفاع بدل جيرسون طبعا اللي اضطرد اللي عمل مشكلة جدا فطرده في الاتراد في المنظومة الدفاعية سواء كان بيلعب لعب خط وسط مدافع وكان ساعات بيرتد المنظومة الدفاعية يبقى مدافع ثالث معاهم. فحاول يغطي النقطة دي. المهم الهلال راح عامله ايضا كمان هو تغييرتين نزل ميكايل مكان ايجاله وده برضو قلب الدنيا شوية ميكايل اصلا اه او ميتشيل اه ده او ميتشيل لعب يعني اصلا كان اه الراجل ده معروف جدا في اه فلامينجو معروف جدا طبعا لده فلامينجو لانه هو لو جيت بص عليه هو لعب اصلا سابق لفلامينجو ونادي الهلال السعودي جابه اصلا من فلامينجو اه واشتراه بسبعة وستمان عشر مليون اه يورو فهو عارف نظام لعبهم عارف الدنيا عنده المهارة الكافية انه هو يقترب دفاعات فلامينجو ده قلب المطش جدا عارف انه هو يفتت الدفاعات الخاصة بنادي فلامينجو ويدى افضلية هجومية لنادي الهلال السعودي بعد كده ناصر الدوساري نزل طبعا مكان خليفة الدوساري اه بعد اصابته اه في الديئة 66 بعد كده ايفرتون نزل مكان ايفرتون ريبيرو ولوسيانو فييتو عن طريق السيستم سالم الدوساري في الدقيقة سبعين قدر انه هو يحرز هدف ولا اروع على نادي الهلال السعودي ليتقدم نادي الهلال السعودي بنتيجة 3 واحد على نادي فلامينجو برضو لسه ما زلت بقول مع الرقفة نادي فلامينجو كان عاجز وسط هجمات نادي الهلال السعودي لغاية ما نزل ارتورو فيدال في نص الملعب مكان تيجو مايا حاول ان هو يتملك نص الملعب شوية اللي كان ضايع خالص منه بسقوط سالم الدوساري لنص الملعب عشان يقدر يبني هجمة عايز اقولك ان النهاردة الميزة برضو في فريق آآ الهلال السعودي ان رامون دياز قد تعليمات لسالم الدوساري ان هو ما يكونش وينجليفت من اول مباراة كان لوسيانو فييتو هو وينجليفت وكان وينج رايد بيلعب ماريجا وكان في القلب بيلعب اودن ايجالو وكان بيخلي سالم الدوساري يبدل مع لوسيانو فييتو في الجبهة اليسرى كوينجليفت وايضا كان بيرجع كمان يغطي ويساعد في المنطقة خط النص وكان ياخد الكرة من خط النص ويحاول هو يبني هجمة يحاول يوزع اللعبة كان جوكر النهاردة سالم الدوساري فده ساعد جدا فريق الهلال السعودي في صناعة الفرص والهجمات للعب كبير زي سالم الدوساري يعني المهم يا سيدي بعد كده نزل طبعا طلع لوسيانو فييتو وحاول ان هو ينزل محمد الجحفالي ومحمد الجحفالي بعد ما نزل بدقيقة اخد انظار لغاية ما جات الديئة واحد تسعين كان مدي الحكم ست دقائق قطل ضايع وبيدرو اللعب البرازيلي جاب الهدف التاني ليه والهدف التاني لفلامينجو البرازيلي وبعد كده طبعا المباراة تمرت اعتقد لغاية الديئة التامنة قطل ضايع وفاز نادر الهلال السعودي. عايز اقول لك سريعا بس الاحصائيات اللي موجودة ان اه نادي فلامينجو كان الاستحواز اتنين وخمسين في المية ليه تمانية واربعين الهلال السعودي تلاتاشر شوطة لنادي فلامينجو البرازيلي منهم اتنين فقط اتشاطوا انتارجت واللي اتنين دخلوا جوان. الناحية التانية نادي الهلال السعودي احتاشر شوطة خمس شوطات انتارجت دخل منهم تلاتة واتنين اه ما دخلوش للأسف. ولو جينا نبص لي اه عرض التمريرات الصحيحة اتلاقي ان نادي النادي فلامينجو البرازيلي عمل ربعمية واربعين تمريرة صحيحة. اه والناحية التانية الهلال السعودي عمل ربعمية واحد تمريرة صحيحة. ساعتاشر عرضية لنادي فلامينجو منهم تمانية كانوا اه يعني صحيحين واحداشر لأ. ونادي الهلال السعودي عمل حداشر عرضية منهم عرضية واحدة اه صحيحة اه فقط. اه برضو اه عايز اقول لك ان نادي الهيال السعودي كان عرف ان هو في الكرات الهوائية يستحوز عليها ودي كنتميدي له افطالية قوية جدا في ان معظم الكرات الطولية اللي كان بيدعبها نادي فلمينجو كان لعبت الهيال السعودي بدلوا يستحوزوا عليها وهما اللي بيفوزوا بالمعارك معارك الكرات الهوائية ودي حاجة ممتازة جدا معارك كرات الارضية كان في تقارب شوية ولكن نادي فلمينجو هو اللي كسب في معارك الكرات الارضية كسب تسعة واربعين مرة خد الكرة او يعني كسبه في معركة مشتركة ارضية مش معركة يعني حرب يعني اللي هو اشتراك في كرة ارضية كسبوها تسعة واربعين مرة قدام نادي الهدال السعودي اللي كسبها اربعة واربعين مرة. الف مليون مبروك لنادي الهدال السعودي الزعيم والف مليون مبروك لكل جمهور الهدال السعودي الشقيق وان شاء الله انا تمناها مواجهة في نهاية كاس عامل الانديها الاول مرة في تاريخ عربية خالصة ما بين نادي الهدال السعودي وما بين نادي الاهل المصري يا رب ينصر الاهل المصري بكرة ان شاء الله ويعني تاني الف مبروك لجمهور ونادي الهلال الساودي